عربية الاسا مشاهدين اهلا بكم الى هذا المجز والى عنوين اهم الانباء وزارة الصحة ترد على اتهامات جمعية لها بعدم شفافية في تدبير السفقات كانت هذه اهم العنوين والان الى التفاصيل تفاعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع تقارير اعلامية تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العامة شكاية لدى رئاسة نيابة العامة يوم الجمعة ثلاثة دجمبر الجاري ضد عدد من مسؤول الوزارة من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية افادت الوزارة في بلاغ اليوم السبت اربعة دجمبر 2021 ان نفس الشكاية التي لم تتوصل بها بشكل رسميا وجهت ايضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الادوية والصيدلية وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع لا سيما بعدما اكدت الوزارة على استمرارها في الترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئاسة الشفافية والجودة ولا تقبل بمنطق الريع او احتمال استفادته من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية وبناء عليه اوضح البلاغ ان الامر يقتدي تصحيحا وتدقيقا حرصا من الوزارة على تنوير رأي العام الوطني والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة والدفاع عن شرف وامنة اطر الصحة نساء ورجالا الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال ازمة كوفيد 19 الصحية وتابع البلاغ ان الوزارة واذ تكذب الادعاءات المنقولة اعلاميا من محتوى الشكاية خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الشماعية للسفقات الى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي فان الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية قبل فتح اي مصاطر قضائية وخلص البلاغ الذاته الى ان الوزارة تهيب بالعلام الوطني التدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لازمة جائحة كورونا لتكريس والترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققته بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصي والداني عبر العالم اللذي شませته يدعوARI تحت احضر بسéléعة تحت احضر تحت احضر من Santنا مجمente تحت احضر تحت احضر وعد ب Romanian تحت احضر وحبه تحت احضر worker عمر 1 الحبيب احضر خلاص خن ..... منح куда للغو